السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم مشاهدين القرام في حلقة جديدة من برنامج البعريز صديق ليه متجوز واحدة امريكية غير مسلمة كانوا بيكلموا عن موضوع الخنزير وسبب تحريم وكده فقال لها ان الخنزير ده يعني قذر ونجس وبياكل القذرات والنتانة والعفانة والحاجة قذرة جدا قالت له ده وإحنا جبنا يعني خنزير صغير بيبي صغير كده وإحنا وكلنا بقى شوكولاتات وبسكوتات وحركات وعملنا في كل حاجة من الحاجات اللي زي كده هل هيبقى الخنزير ده حلال ولا حرام؟ في الحقيقة صاحبي معرفش ان هو يعني يجاوب على الأسئلة دي كلها هنجاوب عليه نهاردة ان شاء الله بالأدلة والبرهين العلمية كلها خلينا نوضح لحضراتكو ان عدد الأمراض اللي بيحتويها جوة جسمه قرابة 450 مرض منها 57 مرض طفيلي وده بيتنقل لجسم الإنسان وممكن يقتله مش بس كده لا ده يعتبر مصدر رئيسي للأمراض الوبائية لأن جسمه بيحتوي على 27 مرض وبائل في حاجة اسمها انزيم اليوريكاز الانزيم ده بيبقى موجود في الحيوانات ووظفته انه بيكسر حمض البوليك وبيحاوله المادة تانية وبعد كده المادة دي بتنزل في البول وبالتالي بيكون نظف وخلص الدم من السموم وبكده بيبقى الحيوان لحمه طاهر ونقي وغير ضار لما الإنسان بييجي يكله انزيم اليوريكاز اللي بيعمل الكلام ده كله مش موجود في كلا الخنزير غير بنسبة 2% ولو بصينا وقررنا الحيوانات التانية يعني زي البقر والغنم والمواشي هتلاقي نسبة اليوريكاز أعلى بستة أضعاف الموجودة في الخنزير وبالتالي بيبقى طعمها أحلى وغير ضارة لجسم الإنسان النقطة رقم اثنين الخنزير بيطبيعته بيأكل البيبي بتاعه والفضلات بتاعته طبعا معلم لما بيجي يشرب البول بتاعه الحمض بيتراقم أكتر في جسمه يعني شوفوا الفيديو ده أعطاك دموعي بيبين لكم حاجات كتير الخنزير 50% من لحمه الدهنيات الدهنيات دي منها 38% بتبقى دهوم مشابعة الإنسان ما بيقدرش إن هو يقضمها بشكل كويس ولو بصينا على البقر وهتلاقي نسبة الدقون الموجودة بتبقى 6% والغنم بيبقى عندها 17% الفرق ما بينهم إن ده سهل الهضم وده صعب جدا على المعدة وعلى الهضم الهستامين والأميدازول دي بتسبب الحساسية وأكزيمة الجلد ولحم الخنزير بيحتوي على كمية كبيرة جدا من الحاجات دي كل السرول كلنا عارفين ماذا الدرر بتاعه ولحم الخنزير بيحتوي على 15 ضعف الموجود في البقر ولما الدنيات دي بتزير على المعدل الطبيعي بتترصب فيه الشرايين وخصوصا فيه شرايين القلب وبالتالي بتسبب تصلب الشرايين خامسا الخنزير فيه كمية عالية جدا من هرمونات إن هو الهرمونات دي بتسبب ستة أنواع من السرطانات اضيف على ده كله نسبة الكابريت العالية جدا وبرضو الموجودة في جسم الخنزير بعد الكلام اللي قلنا ده كله لحم الخنزير نجس ودار ومؤذي جدا للإنسان العلا دي ما تتفكش عنه إطلاقا لبتغيير نوع الأكل ولا نوع الشرق والأضرار دي كلها دليل ذاتي على التحريم وبكده يكون وضح لينا وجه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة كانا معكم عبد الرازق مجاتا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للشانل بتاعتنا ونشوفكم بحلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته